موسيقى موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم رح نقدم ورشة وهي بعنوان دور حياة الابتكار الصناعي من الفكرة إلى المنتج أعرفكم بنفسي أنا ماجد أبو ركبة عميد كلية الحاسبات وتقليل المعلومات ومدير مركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تابوك محاول هذه الورشة رح نتكلم عن أهمية الابتكار الصناعي وكذلك رح نتطرق إلى مركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تابوك وخريطة الطريق للابتكار ودورة حياة الفكرة أيضا رح نتطرق إلى دور مركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تابوك في دعم الابتكار وتوطين الصناعات الواعدة وتطوير الصناعات الوطنية في الأخير رح نتطرق إلى المشاريع القائمة بالمركز مركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تابوك أنشئ قبل أقل من عام لدعم الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة العربية السعودية بحيث أنه موقع الجغرافي لمدينة تابوك بجوار نيوم ومشاريع البحر الأحمر ومشروع أماله فهذا الموقع الاستراتيجي لجامعة تابوك يعني رح يساعد حيث أنه مشروع نيوم قائم على الروبوتكس وعلى الاي آي وعلى الأفكار يعني صريحة اللي وردت أنه رح تكون مدينة ذكية فرح تقوم على الذكاء الاصطناعي وعلى الروبوت فكان إنشاء المركز قبل أقل من عام ليكون على تماشي مع خطط المملكة للتطوير الاقتصائي للتطوير في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والمجالات التقنية بشكل عام رؤية المركز التميز والريادة في الابتكار الصناعي والروبوت لحياة تنموية مستدامة وبيئة مستقرة وآمنة الرسالة تطوير وتقديم أبحاث ومشاريع متخصصة وتبني المشاريع والأفكار المتميزة وتوفير دورات تدريبية في مجال الابتكار الصناعي والروبوت عبر تقديم بأداعمة للابتكار تمكن المبتكرين ورواد الأعمال من نقل الأفكار الإبداعية من منتجات إلى حلول تنموية أهداف المركز تأسيس مرجعية علمية وأكاديمية وبحثية وطنية لدعم الابتكار الصناعي والروبوت تهيئة البنية البحثية والعلمية الملائمة من أجل تمكين الباحثين والطلاب في الابتكار الصناعي والروبوت وإجراء البحوث المبتكرة وتطوير تقنيات متقدمة إعداد وتأهيل الخبرات البشرية في مجال الابتكار الصناعي والروبوت إنشاء شبكة علمية وعقد شراكات بين جامعة التبوك والهيات والمؤسسات والمراكز المعنية داخل المملكة وخارجها للتعاون في مجال الروبوت والذكاء الصناعي المساهمة في دعم مشروع نيوم بخريجين ومشاريع تسهم في تحقيق رؤية ورسالة أهداف المشروع المساهمة في دعم برنامج توطين الصناع الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 20-30 تطوير روبوتات ذكية عبر التصريع المطور والذكاء الاصطناعي توطين الصناعات الواعدة رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية تمكين خلق فرص العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر دعم الشراكات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميا الهيكل التنظيمي للمركز يحتوي على مجموعة من الوحدات في مجال الروبوت في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال حاضنات الأعمال في مجال الخدمات الإلكترونية في الصناعة والإنتاج طبعا هو عبارة عن مجموعة من التخصصات ما هو الابتكار الصناعي؟ الابتكار هو وسيلة لإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها يبدأ بفكرة ثم يتم بلورتها إلى أن تتحول إلى منتج في نهاية المطاف فكر أو سلوك يختلف نوعيا عن الأشكال القائمة بمعنى أن يكون لدينا طريقة معينة أو منتج معين يقوم بعمل معين بعد أن نجد فكرة تقوم باختلاف يعني تكون مختلفة عن الأبروش الذي الآن حاصل توليد أفكار جديدة من خلال وجهات نظر متباينة وتنسيق الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الأفكار وتحويلها إلى ابتكارات أهمية الابتكار الصناعي نحن الآن في زمن تقنية المعلومات ونواجه تحديات تقنية كبيرة جدا فوجب علينا تقديم حلول بديلة من أجل تحسين جودة الحياة تحسين الطريقة التي نعمل فيها إيجاد حلول من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوت لتحسين جودة المنتجات التي يتم إنتاجها الآن سنتطرق إلى دورة حياة الابتكار الصناعي يبدأ من فكرة يتم توليد هذه الفكرة ممكن تتولد من أي شخص مننا يكون لديه فكرة ولكن هل ينتقل إلى المرحلة الثانية ويحاول أنه يحول هذه الفكرة إلى مفهوم طبعا لتحويل هذه الفكرة إلى مفهوم يجب أنه الفكرة جت يعني الآن كل واحد مننا لديه فكرة وممكن مر بحياته بأفكار كثيرة جتوا فكرة يبلورها يفكر فيها يقرأ عنها يعمل البحوث اللازمة إلى أن يحولها إلى مفهوم يستشير الخبراء أصحاب التخصص مستحيل أن تكون فكرة يقوم بها شخص واحد غالبا الأفكار الإبتكارية والإبداعية تكون بفريق عمل فالفكرة تتحول بعد ذلك إلى مفهوم المفهوم يبدأ في عملية التصميم فيحاول أنه يصمم المفهوم هذا اللي توصل إليه ويطلع بتصميم معين يفهم من الفريق العمل كيف رح ينتجه يعني يطلع بتصور كامل للفكرة بحيث أنه لو سئل أي سؤال قرأ عنها بحث نظر للعمال المشابهة وين الفرقات وفين هو رح يكون الوضع يبدأ الآن في مرحلة التجسيم بأنه يطبع هذه الفكرة أو يخرج هذه الفكرة كمجسم أو يعني يكون عنده شيء ملموس الآن يبدأ يتحكم فيها يعني لو أخذنا فكرة الروبوت الموجود بدأت بهذه الأفكار إلى أن وصلت الآن مرحلة التحكم أنه تبدأ تنظر أنه كيف أبدأ أقدر أتحكم في كل جزء من هذا المنتج ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة البرمجة بأنه يكون عندنا الكود اللي رح يكتب لتحريك أو لو أخذنا مثال مثلا أنا عندي فكرة ممكن السكة هربائية الآن صممت حطيت الأشكال المتوقعة اخترت شكل معين اتوجهت الآن إلى المرحلة اللي بعدها اللي هو طبعت أو كونت الكيان الموجود قادر أتحكم فيها عندي كل الأجهزة اللي احتاجها للتحكم الآن كيف أبرمجها و أخليها تكون مثلا تتحكم بشكل تلقائي تتحرك بشكل تلقائي تقدر أنه إذا جاءت عند مصدات أو عند شيء يعني تأخذ أكشنز بعد كده نطلع بنموذج ممكن بعد البرمجة أرجع إلى المفهوم و أرجع أعيد إذا وجدت إذا وجدت يعني بعض المشاكل أنه أخذ تغذية راجعة وأبدأ أحسن في المنتج الذي لديه الفكرة من من ممكن تجين الفكرة يعني غالبا الأفكار يكون شخص باحث أو أحد الطلاب أو مفكر أو مبتكر و كلنا ممكن نكون مفكرين أو مبتكرين أو مؤسسة صناعية أو حكومية عندها حاجة فبناء على حاجتهم نحن نعطيهم الأفكار أو شخص خبير في مجاله يعني كل شخص في مجاله يواجه مشاكل فلما يبدأ يفكر كيف حل المشكلة هذه ممكن جهاز معين يساعدني في حل هذه المشكلة المفهوم المفهوم المرحلة الثانية من الشارط اللي وضعناها قبل شوي المفهوم هو عملية صياغة الفكرة في صورة علمية يمكن تنفيذها لأنه مو كل فكرة قابلة للتنفيذ أنا ممكن أجيب فكرة بس هل إنها قابلة للتطبيق هل إنها قابلة للتنفيذ غالب الأحيان يعني ممكن كل يوم يطلع للواحد فكرة بس لما يبدأ يقرأ عنها ويبدأ يحللها ويبدأ يتحول إلى مرحلة المفهوم يجد أنها مستحيلة التطبيق فهي عبارة عن أنه أنا أقرأ عن الكونسبس الموجودة وأحاول أربطها مع بعض اللي هو كأبحاث أو كتجارب سابقة أو كمشاريع مماثلة وأصل إلى صياغة الفكرة في صورة علمية يمكن تنفيذها ننتقل الآن إلى مرحلة التصميم طبعا الآن إحنا فكرنا في فكرة في المثال أمامكم فكرة يد للأشخاص اللي عندهم إعاقة بقضع اليد فتبدأ مرحلة التصميم أنه استخدام أحدث البرامج التصميم الهندسي لعمل نموذج إلكتروني ومحاكات يعني هذي برامج محاكاة تعمل الديزاين كامل تبدأ تشتغل عليها تسوي لها سميليشن توريك الحركة توريك المواطير كيف تكون توريك يعني سميليشن كامل تجي لمرحلة التجسيم اللي هو أنه تطلع ببروتوتيوب للفكرة هذه أو بمنتج مبدئي أنه أحول التصميم اللي أنا صممته على السوفتوير إلى مجسة باستخدام أحد التقنيات مثلا الطابعات ثلاثية الأبعاد اللي هي بتطبع لمنتج كثري دايمينشن أو باستخدام أجهزة الحفر باستخدام الـ CNC أو الحفر بالليزر طبعا هذا مثال لطابعة ثلاثية أبعاد تقوم بعمل طباعة لأجسام بشكل 3D وهذا مثال لجهاز الحفر باستخدام الـ CNC وهذا مثال لجهاز الحفر بالليزر طبعا هذه الأجهزة جميعها موجودة في مركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة التابوك ننتقل إلى المرحلة التي هي عملية التحكم في التحكم الرقمي هو عملية إضافة متحكم دقيق لإدارة النموذج بناء على إشارات من الحساسات وإرسال إشارات لإدارة المستجيبات تحكم تحكم مثل الـ Arduino والرزبري باي وأنواع متعددة لكم متحكمات ننتقل لمرحلة البرمجة وهي أنه أنا أوكي الآن عندي المجسم وقدر أنه يكون فيه كونيكشن بين الأجزاء الآن أبغى أبرمجه عساسي عدي تاسك معين أو مهمة معينة فتكون عملية إنشاء وتطوير برامج لتفعيل وتشغيل النماذج المقترحة يعني قد يكون عندي المجسم موجود ولكن كيف أشغله هذا عمل البرمجة بعد ما وصلنا لكذا نأخذ التغذية الراجعة إنه أنا أعطيته للمستخدم أو استخدمته أنا شخصيا فأبدأ أخذ منه الفيدباك يتم تجربة الفكرة عمليا وتحديد نقاط القصور والضعف وإعادة صياغة المفهوم نرجع بعد كذا لنفس الرسمة نرجع للمفهوم هل هناك حاجة لإعادة الصياغة بمعنى أنه ممكن أنا كان تفكيري بشي معين ولكن بعد التجربة وجدت إشكالية فأبدأ أعيد صياغة المفهوم أو أنه أتجه منباشرة إلى ناحية التصميم وأعدل في تصميم قد أكون واجهت مشكلة معينة وقت التصميم فممكن ترجع لأي خطوة من الخطوات وتقوم بعد ذلك بالتعديل على النموذج الأولي أو البروتو تايب اللي عملته بأنك تعدل عليه بعد جمع الملاحظات الناتجة من التجربة الأولية وفي العادة يتم عمل التعديلات على النموذج الأولي وذلك لغاية ضمان الحصول على أفضل نتائج من النموذج المبتكر بمعنى أنه أنا بعد ما أجربه أخذ الفيتباك وأخذ التغذية الراجعة من المستخدمين وأرجع أعمل إصدار ويكون عندي كذا إصدار بمثال الروبوت اللي أمامكم الآن هذا الإصدار الثاني طبعا في كل إصدار نتلافع بعض المشاكل وما زال هو في مرحلة يعني طور البحث والتطوير إلى أن نصل إلى منتج المنتج هذا أنه بعد التجربة لمرة أو مرتين نصل إلى منتج وبكل حال يعني المنتج دائما قابل للتطوير ما في منتج يكون خلاص هذا هو المنتج وهذه هي الصورة النهائية غير قابل للتطوير فنصل إلى منتج معين قابل للتطوير ممكن في ملاحظات كثيرة كل يوم يجينا ملاحظة في بلان مستقبلي أنه أنا أطور المنتج هذا وأصل به إلى مرحلة أنه ممكن أسوي له ماركتينج أو ممكن أنه يكون بشكل تام ففي هذه المرحلة يكون المنتج هذا قابل للانتقال للمرحلة الأخرى الآن يعني نراجع الذي ذكرناه مراحل الابتكار تجمل مراحل الابتكار إلى أربع مراحل أساسية أولا مرحلة التفكير والبحث عن ابتكار لحل مشكلة معينة ثم تصميم وبناء نموذج أولي في المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة تجربة النموذج الأولي وجمع الملاحظات عليه في المرحلة الرابعة تعديل النموذج والاستمرار في ذلك خريضة الطريق للابتكار ودورة حياة الفكرة الابتكار هو الخروج بأفكار جديدة أو تطوير أفكار سابقة لحل مشكلة مع عملية تطوير للأفكار وتجربتها على أرض الواقع الابتكار هو دورة مستمرة لاستكشاف المنتجات وتطويرها وتسويقها الملكية الفكرية عنصر حاسم في الحفاظ على دورة الابتكار لأنه لو لا عدم وجود ملكية فكرية رح يكون عندنا ابتكارات نأتي الآن إلى دور مركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تابوك في احتضان الابتكارات يضم مركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تابوك أحدث التقنيات الحديثة رح نستعرضها بعد شوي اللازمة لتصميمه بناء الابتكارات الصناعية والتقنية كما يضم المركز خبراء متخصصين في مجال الروبوت والذكال الصناعي والهندس الصناعية وفنيين وتقنيين وذلك لغرض توفير الاستشارات اللازمة والمساعدة في تصميم وتطوير النماذج الأولية لأي ابتكار عندنا مجموعة من الأجهزة الموجودة في المركز أجهزة 3D printers وممكن أحد الزمل الفنيين يساعدنا بعد كذا أجهزة CNC أجهزة الروبوت موجودة أجهزة الطباعة وعندنا مجموعة من المشاريع القائمة في المركز في عندنا مشاريع تطبيقية وعندنا مشاريع بحثية نسعى من خلال المركز إلى دعم مشاريع الطلاب وذلك من خلال استقبال أفكار الطلاب وتنقيحها وتطويرها وبعد ذلك مساعدتهم في أن يصلوا بفكرتهم هذه إلى مفهوم ثم ننتقل بعد ذلك إلى أن نوفر له كافة الأجهزة اللازمة والمعدات عساس أنه يبدأ ينفذ فكرته بنفسه وأيضا الإشراف على تنفيذ هذه الأفكار من قبل الفريق المختص في مركز الابتكار الصناعي والروبوت هذا أحد الروبوتات الموجودة عندنا طبعا هذا الروبوت في الإصدار الثاني خلينا نقول بجهة طلاب جامعة تابوك تم طباعته فروم سكراتش وتم عمل المتحكمات وتم برمجته لأداء بعض المهام الآن البسيطة اللي نراها ولكن هو نموذج بحثي يعني ممكن نصل به إلى مراحل أنه يعني متطورة بحسب يعني الآن في يعني يحتوي على كاميرات لتقوم بعمل أخذ الصور وتحليلها في الإمج بروسسنج في مايكس لأخذ الصوت وتحليله للناتشرال لانجوش بروسسنج سواء لللغة لللغة العربية أو لللغات الأخرى كذلك في فويس ريكو نيش يعني في هو عبارة عن مجموعة علوم العلوم هذي كلها يعني في كل جزء منه يحتاج لباحث مختص أنه يعمل على تطويره والآن فريق بحثي متكامل من طلاب وأعضاء هالتدريس بالمركز يقومون بالتطوير على هذا المشروع وهو أحد المشاريع الموجودة سوف نعرض لكم فيديو بسيط لمراحل تصميم الروبوت وبناؤه كما تلاحظون الروبوت تم طباعته جزء جزء بحيث أنه وتم توصيل الأجزاء هذه مع بعضها إلى أنه وصلنا إلى الجسم كامل مراحل البرمجة للروبوت هذا المشروع الثاني من الروبوت لدينا مجموعة من مشاريع الطلاب هذا أحد مشاريع الطلاب الموجودة فكرة مستوحاة من أحد الأفلام تم طباعتها تصميمها وطباعتها ومن من طلاب قسم هندسة الحاسب نشكر رئيس القسم موجود معنا وتم تصميم هذه الفكرة وطباعتها من قبل الطلاب وبرمجتها كذلك مشاريع البحثية عندنا مشروع بحثي للاستكشاف الآلي أو البحث الآلي داخل الآبار العميقة والكهوف نعلم إحنا أنه في منطقة تابوك منطقة زراعية يوجد فيها العديد من الآبار فيه وفيات فيه ناس يفقدون بشكل مستمر فكانت الفكرة هو إنشاء روبوت يساعد على البحث داخل الأماكن هذه خاصة بعض الأماكن تكون صعبة جدا على الإنسان الوصول لها فيكون الروبوت هذا ممكن يستشعر ويبحث داخل هذه الكهوفة والآبار العميقة عندنا مشروع بحثي آخر هو توظيف الروبوت في التعليم في المملكة العربية السعودية بحيث أنه ممكن بدأنا في جمع الأفكار بأن الروبوت يساعد الطلاب في تعليمهم طبعا الطلاب الآن كثير منهم يعني متصلين بشكل كبير بالتقنية فقد يتقبل من الروبوت ما لا يتقبله من الأستاذ فيكون هو وسيلة مساعدة لإصال المعلومة للطالب لتطوير مهاراته أيضا المحور الأخير لمركز الابتكار الصناعي والروبوت هو خدمة المجتمع وذلك من خلال تقديم دورات ورش عمل لأبناء المجتمع المحلي واستقطاب المبتكرين وتوفير بيئة مناسبة لتنفيذ ابتكاراتهم وتقديم استشارات متنوعة للمجتمع المحلي طبعا قام مركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تابوك بعقد مجموعة من الدورات للتوعية أو للتعريف بالتقنية يعني الآن تقنية 3D Printing هي تقنية جديدة ممكن إلى حد الآن في مراحل البداية ولكن هدفنا أن نوصل الفكرة إلى المجتمع إلى الطلاب إلى المدارس بحيث أن يكون عندهم تصور يقدروا يأخذوا تدريب قد يصلوا بأفكار ممكن أفكار هذه يتم تبنيها وتطويرها مستقبلا وعندنا برضو قبل النهاية فيه عرض قبل ما أنهي واختم يعني أنا حاب أشكر فريق العمل اللي موجودين معايا من مركز الابتكار الصناعي والروبوت الدكتور أشرف مرعي والدكتور طارق الحميدات يعني اللي حضورهم وجهودهم في المركز فنشكرهم الله يعطيكم العافية وفي عندنا عرض الآن للروبوت بارع السلام عليكم والرحمة الله وبركاته أنا أحد منتجات مركز الابتكار الصناعي وروبوت في جامعة تابوك تم صناعتي وتطويري بشكل كامل في مركز الابتكار الصناعي وروبوت في جامعة تابوك أعطيكم العافية طبعا هذا منتج مبدعي وهو مفتوح للتطوير والبحث ويعني ونستقبل أي استفسارات أو أسئلة وشكرا لكم شكرا الله أعطيك العافية ماك الدكتور عبداليلان نفيسة من الجامعة السعودية الإلكترونية أول شيء أشكر جهودكم على هذا الإبداع إن شاء الله وهذا فخر صراحة للبلد سؤالي هو تقريباً الآن لو عنده ابتكار مثلاً هل أجيكم على طول مثلاً أو أخذ براءة الاختراع ثم أجيكم الفكرة هو إنه إحنا نبدأ من الفكرة بنحاول إنه نبلور هذه الفكرة مع صاحب الابتكار ثم نبدأ في تطبيقها وتسجيلها عندنا وحدة براءات الاختراع من يرغب إنه يجي يطبق فكرته يتم تسجيلها من خلال المركز ويكون يعني دعم كامل لهذه الابتكارات طبعاً بعد عمل الفيزابيليتي ستادي والأمور هذه أنا عندي مجموعة من أسئلة بقولها بسرعة أحياناً الصناعة بشكل عام الصناعة المحلية ما لها ثقة أو أن الناس ما تثق الصناعة المحلية بشكل عام مثلاً هل في مقابل لو تم تطوير الفكرة أن يدفع مثلاً لكم مبلغ معين إذا تم تطوير الفكرة أو لا أحياناً يكون عندي فكرة بس أحياناً صعوبة الحصول على المعلومة إذا كان الابتكار جديد طبعاً التطور هو المفروض أن يكون حضارة أي بلد تعتمن في النهاية على الصناعة تطور الصناعة فلذلك في بلدان كثيرة تطور عندهم صناعة الربورت بمراحل بعيدة لماذا نحن لسا ما زلنا في البداية رغم أن لدينا الإمكانيات وعندنا الإمكانيات المادية بالذات شكراً أول شي طبعاً من محاور الرؤية المملكة 2030 هو توطين التقنية وتوطين الصناعة الفكرة صبعاً بكل تأكيد الربوت هذا الأمامكم ما هو النموذج اللي ممكن تراه من المصانع يعني إحنا لدينا بعض الروبوت لو ممكن استعرضها لكم وموجودة يعني مشترا بمئات الألوك ولكن مثل هذا الروبوت يعني أولا ما يعطوك صلاحية أنه تقدر أن تتطور عليه أو تبرمجه أو تعمله لاستخدامات بحثية هذه الأولى ثانيا هذا يعني مثل هذا الروبوت نقوم بصرورة يعني من البداية خطوة بخطوة يعني بأس من أول ما بدأ إلى أن وصلت إلى المرحلة هذه ما هي المرحلة وله المأمول الصحيح إنه ممكن يكون أفضل ممكن يكون كفاين البرودكت يكون أفضل ولكن الفكرة هذا نموذج بحثي هو مش نموذج تجاري لأنه لو حفكر فيك نموذج تجاري ممكن راح أقول إنه يعني لسه في ملاحظات أكيد في ملاحظات يعني لما قارنوا مثلا بالروبوت هذا هذا الروبوت معروف وكلنا شفنا يعني موجود ويباع الآن في الماركت وهذا الروبوت آخر كلها موجودة ولكن الفكرة حنا نبغى نخرج عن التقليدية ويكون عندنا شيء صناعة محلية على الأقل أن تبدأ وجهود طلابية وجهود أفراد وجهود مركز ما هي جهود مصانع أعطيك العافية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم محمد الجهوج مدير ملك ستميز ويحثي من أخذ الترون وجامعة الملك فيصل أنا ودي أعرف المرحلة اللي وصلتولها الآن في دورة الابتكار أي مرحلة تعتقدون وكان فيه هدف واضح لكم الروبوت هذا يش بيسوي بالضبط أو فقط أنه تعليم الطلاب لصناعة الروبوت والدخول في هذا المجال نحن الآن في مرحلة يعني خلينا نقول ليش التغذية الراجعة وأخذ الفيتباك والتطوير يعني ما زلنا أنا ما أقول لك هذا منتج نهائي لسه ما وصلنا أنه يكون نموذج أو لكن هو بروتوتايب الهدف منه بحثي مثل ما ذكرت لكم يضم علوم كثيرة علوم هندسية وعلوم حاسوبية الهدف منها أنه نصل بالمنتج هذا تطبيقات بحثية كبحث تطبيقي إلى بروتكت ممكن ينافس بعض هذه المنتجات أو على الأقل إضافة لعلى ذلك هذا موضوع نحن اللي عملينه مو مثل هذا نحن مشترينه بس ما ما نقدر يعني أوكي بس أنه كنترول يسوي شغلات بسيطة يا تكلاب أي سئلة ثانية أي سئلة ثانية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معك الدكتور بدر مطيري رئيس وحدة الابتكار والابداع في جامعة المجمع أول شيء نشكرك دكتور ماجد على هذه الورشة القيمة والتي تكمن فيها إضافة علمية جيدة في هذا المجال سؤالي كان كالتالي هو أنت وضحته بس نحتاج أكثر تفصيل هو ما يسمى بالبروتوتوائي بالتسويقي واللي أنتم مأمول أنكم تصلون له في المنتج نفسه ما هي أكبر التحديات من المنتج الحالي إلى التسويقي وين تلقى القابل التحديات التي ممكن تواجه الشخص أعطيك العافية الدكتور طبعاً أكيد أي عمل ستواجه تحديات كبيرة منها أننا عضاء التدريس غير مفرغين منها الطلاب كذلك والأعباء الدراسية عليهم فمن الصعب جداً أنك تجد وقت طويل لأداء الأعمال هذه ما وصلنا إلى مرحلة أنه بروتوتايب للتسويق كما ذكرت أنه فكرة لمشروع بحثي أنه يكون يستغل بحثياً من قبل الطلاب وأعضاهي التدريس كذلك للتطبيقات البرمجية لمشاريع التخرج الفكرة أنه أنا أطلع في الأخير بمنتج طلابي أو أعضاهي التدريس عملوا بحوث طلاب عملوا برامج كلها نحاول أنه يعني نوجه مشاريع الكلية إلى اتجاه معين يتوافق مع الرؤية الرؤية ركزت على موضوع الابتكار الصناعي الذكاء الاصطناعي الروبوتيكس ففعلاً إحنا نحتاج إحنا قد نكون متأخرين كثيراً ولكن نحتاج أنه نبدأ أتكرافيا السلام عليكم كيف يتم استقطاب المبتكرين عندكم ما هي الوسيلة لكي يصل المبتكر لكم طبعاً نحن الآن المركز له أقل من تسعة أشهر منذ أنشئ الآن بدأنا بطلاب الكلية بحيث أنك تبحث يعني طلاب كلية الحاسبات وكلية الهندسة والكليات ذات العلاقة بأنه نبحث بين الطلاب هذولا من لديه فكرة ونقدر أنه بعمل ورش عمل بأنه نجلس معه يجلس مع فريق مع مجموعة أخرى من الطلاب بحيث أنه يبلور فكلته هذه ويحولها إلى مفهوم زي ما ذكرنا قبل شوي وبعد كده يقدر ينطلق بمساعدة المتخصصين كنت بأسأل عن النماذج الصناعية دائماً الطلاب أنا أتكلم عن تجربة موهبة مؤسسة الملك عبد العزيز موهبين دائماً الطلاب يقدمون نماذج صناعية يعني جداً يعني أفكار مبتكرة في هذا المجال هل حاولتم حصر نماذج الصناعية المستوردة مثلاً وشجعتم الطلاب على التوجه لهذا الشيء هذا؟ نعم، هناك تواصل مع بعض المراكز وبعض المدارس بمنطقة تابوك طبعاً نحن نطاق الجغرافي بمنطقة تابوك نحاول إنه يكون لدينا طبعاً إحنا فكرنا يعني نوعاً ما متوجه لناحية الروبوت والذكاء الاصطناعي فالأفكار اللي تكون ضمن توجهات المركز نحاول إنه نتبناها ونعمل عليها إلى حد الآن يعني ممكن ما وصلنا إلى مرحلة التعليم العام ولكن على مرحلة طلاب الجامعة فيه مشاريع كثيرة فيه أفكار الآن في الدراسة كذلك فيه براءات اختراع من أعضاها وطلاب جاري الآن العمل عليها يعني في مراحل العمل عليها وتسجيلها شكراً السلام عليكم خالد الحربي معيد بكلية الهندسة جامعة ملك عبد العزيز بس أبعرف شروط براءة الاختراع وكمل مدة زمنية حتى تجهز البراء طبعاً براءة الاختراع تعتمد على الجهة اللي أنت تقدم فيها ولكل جهة لها شروطها المعينة مثلاً عندنا مدينة الملك عبد العزيز عندنا براءة الاختراع مكتب براءات الاختراع الأمريكي في كذا جهة وكل جهة لها شروطها يعني المختلفة ولكن تاخد فترة يعني من سنتين إلى يعني ممكن ما تقل عن سنة المينمام لها فهي تأخذ دائماً براءة الاختراع تأخذ وقت لإلى الحصول عليها السلام عليكم السلام ورحمة الله أسألك سؤال الدكتور هل اللي يدخلون تبع هذا المشروع لازم يكون تخصصهم تبع هذا المجال يعني قيد الدراسة ولا لازم يكون متخرج والسؤال الثاني اللي هو كم مدى صلاحية الطلاب اللي يدخلون يعني كم بالمئة يدخل بالمشروع طبعاً ما فيه يعني ما فيه أو فيه قيود على التخصص بالعكس يعني أكثر الأفكار ممكن يعني الأفكار الإبداعية تأتي من الناس اللي عندهم خبرة أو من غير المتخصصين والهدف الهدف من وجود المتخصصين هو لمساعدة غير المتخصص بالوصول إلى فكرته إلى مرحلة النضوج طبعاً أكيد ما فيه قيود يعني هو جزء من المركز خدمة المجتمع يعني هو عمل لعدة جوانب منها البحث العلمي ولكن من الجوانب الرئيسية فيه خدمة المجتمع ونشرة ثقافة شكراً جزيلاً دكتور مراجد والله يعطيك الآفية جهود مشكورة حقيقة موضوع الأي آي حقيقة موضوع العاصر الآن بس أنا حبيت يعني أستفسر متى نويته تطيفون أو تأخذون السيكوريتي لفل في عين الاعتبار عند إنتاج الريبروت الثاني طبعاً بكل تأكيد يعطيك الآفية دكتور أنه أكيد السيكوريتي يعني في كل مجال لها يعني باع طويل ولكن إحنا الآن في مراحل البروتو تايب يعني إحنا حاطين في الكنسدريشن السيكوريتي في التصميم الأساسي ولكن الآن ما وصلنا إلى نموذج مثل ما قلت ما زال يعني نموذج للبحث والتطوير قابل للتطوير يعني الآن النموذج الأول جلسنا فيه تقريباً ثماني شهور النموذج الثاني خذنا فيه تقريباً شهر ونص إلى شهرين فالفكرة أنه كل نموذج عن النموذج تزيد الخبرة لدينا يعني كلنا العلم جديد فكلنا مبتدئين نتعلم مع طلابنا نتعلم مع المجتمع فالفكرة منه أنه هذا فعلاً هو يعني حنا نجده كهواية نتعلم فيها وكذلك هو كمركز يعني لما يكون عندي أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو الموظفين ما هو حكر لأحد يعني هو ما هو حكر لأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كذا وكذا وكذا لا هو مركز للمجتمع وللجامعة ولأعضاء هيئة التدريس والطلاب أي ابتكار يعني التاركت أنه نصل إلى أنه ممكن أي شخص متخصص في أي تخصص يجب فكرة نساعده أن نوصلها إلى منتج هذا هدفنا يعطيك العافية أي سؤال؟ يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة